زي النهاردة سنة 2015 رحل عن عالمنا فنان فريد من نوعه صاحب مسيرة فنية ثرية جدا مش بس على مستوى انه امتعنا في الافلام والمسلسلات والمصرح انما كان على مستوى كمان انه كان مدرسة في حد ذاته للجيل الشباب ومن هذه المدرسة خرج من عبائتها نجوم كتير جدا النجم الراحل الستاذ نور الشريف سبع سنوات على رحيله ولكنه حاضر دائما باعماله النهاردة لما تشوفه يعني مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب وهم بيحيوا ذكرى وبيتكلموا انه هم احنا بنتعلم منه لحد دلوقتي من اعماله من لقاءاته التلفزيونية من طريقة كلامه من اهتمامه بالثقافة مسيرة فنية الحقيقة ثرية جدا استمرت لأكتر من 40 سنة في كل انواع الفنون اشكال الفن من سينما لطرهمة لمصرح في ادوار الخير وادوار الشر وادوار مركبة وادوار دمها خفيف الحقيقة مدرسة كبيرة جدا استاذ نور الشريف مش نجمع عادي استاذ نور الشريف مدرسة محترمة جدا وراقية جدا ومتميزة جدا في عالم الفن افتقدناه برحيله لكن اللي بيطيب خطرنا هو انه اعماله باقية معنا دائما فنودع مرة تانية بعد سبع سنوات نفتقده كثيرا ولكن نفتقد منه اعمال جديدة لعدم وجوده معنا انما باعماله العظيمة الباقية يعني مين فينا النهاردة انت دايما قيمة العمل وتميزه في انك بتتفرغ عليه مرة واثنين وثلاثة ما تزهقش زي الحجم التولي وزي عبدالغفور البورعي زي كتير جدا جدا الحقيقة